مرحبا أنا أهر ونحن باستخدام انجليزية سنبدأ هناك الكثير من الطلاب توجد مشكلة بدراسة مصدر بالانجليزية سواء كان مرجع أو حتى reviewbook او يفهم محتوى فيديو ناطق باللغة الانجليزية او حتى بالرسيرتش او لما بدأوا يكتوب كيش ريبورت حتى في نسبة كبيرة من اللي بيعرفوا انجليزي اللفض بصراحة كتير مريع انت مين حددك عشان تقتح من الكلاس كلاس او شيت طبعا بالفيديوهات التارية رح نركز كيف تفهم محتوى مكتوب بالانجليزي او فيديو ناطق بالانجليزي وما رح نفوت بتفاصيل المصطلحات الطبية اللي كدهات منعرفها يعني اغلب الكتب الطبية او المصادر اللي بتعنا بالانجليزية الطبية بيتبلش بانه انه رينالد هو كولوي كاردياك هو قلبي ما رح ضيواتنا بهالتفاصيل طبعا المحتوى اللي رح ناخده رح نستخدم مبارات الطب كمان سواء كتب مهتم بالتوفل او تقرأ اي كتاب او تتفرج اي فيديو حتى على اليوتيوب طبعا البدايات حتكون الشرح بالعربي والمعلومات بالانجليزي شوي شوي يكون الشرح بالانجليزي مع سبتايتلز وبعدها بس انجليزي فقط فرح نبدأ بالتعابير والكلمات الاشياء دومنا اثناء الدراسة بتوجهك فكرة انه الكلية تعاوض القلب يعاوض يقوم بأعملية المعاوضة بتعبر عنها بكلمة كامبنسيت كامبنسيت امثل عن الكمبنسات المعنى ببساطة حتى يسبب اي كي اي انسداد الاوبسراكشن لحتى يعمل اي كيوت كيدني انجري لازم يكون باي لاترال تنائي الجانب لان الانسداد في كيلة واحدة ممكن ان تتم معاوضه فهي معنى المعاوضة بين فرنات الكليه التانية وبالتالي محافظة الجافارة من الطبيعي طبعا الكمبنسيت بصيغة رسمية اكتر او بالنطاق الاكاديمي لكن بين الاشخاص ممكن استعمل كلمة make it up يعني تعاوضوا عنها تعاوضوا معها make it up طريقة البرونانسيشن ليس make it up make it up ممكن ان نعمل كلمة make تبصد بين هؤلاء الشراطين بين هؤلاء الحرفين make it up make it up make it up المثال على فكرة ينطبق على كلمة not at all فتلاقي كثير من الناس بحواتهم تقول not at all تصيب عند المعاتك كثير فهو ممكن ان تعملها not at all نفس الفكرة تنلفز اكتر شيء not at all not at all الفكرة الثانية الشائعة فكرة انه يتجاوز على سبيل من مثال انه الدواء الفلاني تبدأ العراض السمية بعد ان يتجاوز العتبة او بتحليل البول يمكن ان يقشف موجود السكر في البول بعد ان يتجاوز حد معين بلعبنا بكمة exceed carotid endartectomy is recommended when an inclusion exceeds 70% of the arterial lumen and the lesion is symptomatic ما تيوصل بالcarotid endartectomy إذا كان الانصيدات يفوق يتجاوز سبعين في المئة generally the rate of rice should not exceed 0.5 to 1 millic equals per hour هم العمي حكاة التصليل على السلوديوم كمان ما بدو يتجاوز السراعة المطلوبة الكلام اللي دوما نستعمله كلمة انه ينفي ان اختبار الفلاني ينفي على مرضه التالية كلمة rule out for example biopsy rules out TB and cancer في ملاحظة صغيرة لتنميز بالسماعي كلمة and يعني وين طبعا بالأفلام وحتى مساءات أو بالسرعة ما بتلفظ and ان كانك عم تقولها كان عم نلف حرف ان TB and cancer TB and cancer وليس and cancer الكلمة اللي بعدها rule out rule out تبقى انه تنفي renal ultrasound helps rule out acute kidney injury بتساعد على في the acute kidney injury او الاذي القلوي الحد لان بالازمان بتبين العلامات اللي صاب المزمنة بس منها بالحد عليكم ما بين شيء CT scan of the head is required to rule out intracranial bleeding intracranial bleeding CT scan بساعد على في النزف الدماغي semoidoscopy is needed later to rule out cancer تنزغ الكلونات الكلون السيني بساعد بنا في اليوث السرطان طبعا العكس rule out confirm confirm عكس rule out نتثبت وجود تشخيص او مرض ما طبعا كمان كلمة absence يعني غياب او عدم وجود despite the absence of symptoms بالرغم من عدم وجود العراض هنا محكة عن الريح الصدرية الضغطة absent part sounds غياب أصوات التنفسية hypercapnia may accompany hypoxemia or may be absent if the ventilation is adequate hypercapnia قد ترافق الhypoxemia او قد لا توجد اذا كان الventilation كافي absent غير موجود او غير كافي hypercapnia فرض CO2 ventilation التهوية adequate adequate كافي هنا بيقوله بدل is adequate ممكن نحطه enough اخر شيء كلمة detect التحليل او الاختبار الفلاني detect الشغل الفلاني انه يكشوف for example urine test may detect ketone bodies may detect ketone bodies الكلمة الشاعرية هنا detect prostate prostate or bladder out of flow disease may be detected by finding large volumes of urine in the bladder after passing a fully urinary catheter detected مع اي اصابة او عاق الدام مثلا البروستات ممكن ان يكشف كميات كبيرة من البول بعد تركيب قطار فولي non-contrast CT is the most sensitive test for detecting blood in the brain كمعا CT من دون حقن ما تظل إلى البروستات هو الاكتر حساسية لكشف نزيف داخل الدماغ lateral chest x-ray can detect as little as 50 milliliter بسوط الصادة الجانبية البسيطة بتساعد على كشف كمية النصبية بلو كان 50 ملي detect هي الكشف هذه هي كلمات اليوم ان شاء الله الفيديو كان مفيد نلتقى ان شاء الله بفيديو جديد وكلمات جديدة سلام